اشتركوا في القناة 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 بالتفاصيل اذا الوسبا يتعلق ويتفوق في ديربي حمص في ديربي العادية بهدفين مقابل لشيء فوز مستحق الوسبا كان افضل بكل شيء بالاضافة لحسين الرحال حارس وصراحة حسين الرحال كان بتعلق يعني من 4 ل 5 كرات هذا الشيء ما بيعني انه الكرامي كان افضل لا اذا بنا نحكي نحن بارض الملعب الوسبا اكتر اتزام بارض الملعب كرامي لعبيه الكرامي خاصة انت عم تتلقى هدف مباهر دعبول هدف الاول للوسبا بدقائق هذا الهدف للوسبا كان عم يقلب اوراق المباراة وعم يستعجلوا دائما ببناء الهجمات شفنا دائما كرات طويلة كرات طويلة وهذا الشيء مستحيل تستفيد منه يمكن عداد الدور السوري او ارضية الملعب السيئة الوسبا بالطوب بالعرض كان افضل بكل تأكيد الكرات اللي عم يتقلق فيها كان حسين الرحال هي عبارة عن حلول فردية او فينا نقول في لقطة بالشوط الاول بنهاية الشوط الاول ثلاثة بالشوط الاول بنهاية الشوط الاول ثلاثة ركلات ركنية بالثلاثة كان عم يتقلق حسين الرحال بصراحة انا بشوفه احسن حارس حاليا بسوريا ليش مانو بالمنتخب؟ بنسأل تيتا او بنرجع نسأل هلأ او بنسأل قبل نزار محروس تيتا هلأ غسامة توقات الحارس الرائع لازم يكون حارس منتخب الاول اذا ماهر دعبول عم يتقدم والشوط الاول عم يتقدم هدف مقابل لشيء فيه كرة مشكوك بامرة ان ركل الجزاء للكرامي بالمجمع الكرامي لعبي الكرامي ما كانوا بالمستوى المطلوب دائما مستعجلين بانهاء الكرة مستعجلين بكرات بعكس الواسبي اللي كان بعد الهدف الاول عم يلعب بهدوء بدون استعجال بالشوط التاني بعد تجيله هدف التاني ويرفاع بـ 64 كان يمعتمد على الهجمات المرتدي وكان ممكن باكتر من فرصة او من اكتر من كرة ان يسجل هدف الثالث اذا بالمجمل دير بي حموص دير بالعادي الواسبي يتفوق على الكرامي بهدفين مقابل لشيء مبروك الواسبي هارد لك للكرامي مية بالمية الواسبي يستحق الفوز كرامي يعني حال وكحال اتحاد لازم لدارة عيد النظر باللاعبين بصراحة بتشوف اللاعبين ما في شغل في اللعب يعني باستثناء كم لاعب حتى تامير حاج محمد تحس تامير حاج محمد اللي هو الكابتان يعني مباراة 90 دقيقة 89 دقيقة عم يحكي مع الحكام وبعد ديقة يجيب الطابق الليل عبارة كل حرة يعني في اسماء كتير بنادر الكرامي لازم تتغير اعادة نظر بالنسبة لنادر الكرامي بالنسبة للواسبي بالنسبة للواسبي واسق الخطوة يمشي مالك مبروك الواسبي هارد لك للكرامي المباراة الثانية عم تكون قمة عم تجمع الجيش والاتحاد بالنسبة لتوقعات توقعاتك توقعاتك هارسي يمكن زبط 100 توقعين او 3 من اصل 7 مباراة الواسبي وكرامة توقعت التعادل الواسبي كان عم يتفوق هاي اول توقع خطأ بضحتونا ضرور يذكركم طيب مباراة الثانية قمة عم تكون الجيش والاتحاد الجيش عم تفوق بهدف مقابل لشيء الواكد بالداية 35 عم تسجل هدف الفوز للجيش بهي المباراة انا توقعت انو الاتحاد يعمل شيء وتكون مفاجأة تجوله انو الاتحاد يتفوق انو شيء ما عم يصير توقع التاني عم يكون خطأ والجيش عم تفوق نادر الاتحاد اللي لازم نشوف على سلام الترتيب تراجع كتير صار بالمركز مع معنى الراشد مشكلة الاتحاد قريبة من مشكلة الكرامة لازم اعادة نظر بالادارة اعادة نظر باللاعبين شغلة اكبر من شغلة مدرب باعتقادة اذا مبروك للجيش هارد لك الاتحاد المباراة الثالثة هذا توقع عم يكون صحيح الحمد لله تشرين كان عم يفوق عن نوعير بثلاث اهداف مقابل هدف واحد محمد مالطة نديم صباغ باس المصطفى بثلاث اهداف بينما للنوعير كان عم يفتح عبد الهادي بدقيقة 14 اذا النوعير عم يتقدم تشرين عم يرجع للمباراة عم يفوق بثلاث اهداف مقابل هدف واحد عم يستمر بملاحقة الواسبي على صدارة الدورة اذا مبروك لتشرين هارد لك للنوعير هذا التوقع كان عم يزبط المباراة الرابعة كان عم يجمع الطريعة وحطينا هنا المباراة توقعت انها كون تعادر انما الطريعة كان فوق على حطين بهدفين مقابل هدف واحد محمد نور خميس بالدقيقة 12 عزام خزام بالدقيقة 26 مسنع القاوي كان عم يسجل هدف حطين وحيد دقيقة 39 اذا مبروك للطريعة هارد لك لحطين خمسة كان عم تشمع جبلي والوحدي العالمي عم يرتكب فضيحة كارسة عم يسجل هدف الاول للوحدي يعني العالمي حارس منتخبنا اللي بيلعب اجري عرفته هذا هو عم يسجل الهدف الاول للوحدي ما بعرف كيف ما بعرف كيف هذا اذا الوحدي عم تفوق على جبلي بهدفين مقابل لشي حكينا طول ما العالمي موجود وانا توقعت بالمباراة انه الوحدي تفوق وظبط ما هتوقع انا قلت اذا الحارس العالمي براهيم عالمي فالوحدي اكيد رح تفوق هذا اللي صار الوحدي عم تفوق بهدفين مقابل لشي مثل ما حكينا اسامة اومري بداية 13 هاي كل الكلام يغلط فيها العالمي هدف الثاني عبد الرحمن بركات بداية 85 اذا مبروك الوحدي هارد لاك لجبلي بسبب وجود العالمي لازم يتغير هذا الحارس معقول بجبلي ما في حارس غير العالمي يعني شيء واضح يعني حتى وصلتوا بالمنتخب وصلتوا الحرج اللي عم تفوق على العفرين بهدف مقابل لشي ما زين العمارة بالدائية 85 اذا مبروك لحرج اللي هارد لاك لعفرين الفتو اللي كان عم تفوق على الشرطة بهدف مقابل لشي بهين مباراة انتوقعت تعادل كمان هذا التوقع ميكون خطأ محمد زينو بداية 26 عبد الرحمن حسين بداية 60 اذا هيك نحكينا عن السبع مباريات الاندي اللي بلشت تتراجع نحن 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 حتى لو انت بدأك تقول كرام بالمركز 60 بسوء 20 نقطة الاتحاد 16 فرق 4 نقطة فقط يعني ممكن خسارة ثانية للكرامي ممكن تشوف الكرامي مهدد بالهبوط الاداء سيء بالنسبة لاتحاد الكرامي خلينا نشوف ترتيب الدورة السورية كيف صار بالصدر يكون الواسبي 38 نقطة بالمركز الثاني 27 نقطة الرابع الواحد 26 نقطة الخامس 21 نقطة السادس يصير الكرامي 20 نقطة السابع يكون الفتو 16 نقطة الثامن حطين 18 نقطة الثان عم يكون جبل 17 نقطة العاشر ستجلب 17 نقطة الاداعش الاتحاد 16 نقطة 14 والاخير نكون عفرين بأربع نقطة فقط اربع فرق رح يحبط للدرجة الأولى اكتب لكم من تتوقع بطل الدورة ومن تتوقع الاربع فرق يلي رح يحبط للدرجة الأولى هيك منكون حكينا عن نتائج الدور السوري الجبل 15 والترتيب اتمنى دعم اكتر من كل الفيديوهات ان شاء الله سنزل فيديو